من حدود قطاع غزة ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلابي زياد أهلا بك تطلعنا على آخر التطورات والمستجدات الميدانية بداية في هذه المنطقة في هذه المنطقة لم نسجل في الساعة الأخيرة إطلاق صواريخ من قطاع غزة لكن كان هناك استهداف لمدينة عسقلان قبل ذلك اعتراض عدد من الصواريخ وأيضا إطلاق صواريخ على مستوطنات قريبة من حدود قطاع غزة على المقلب الآخر إسرائيل تكثف الغارات على شمال وشمال شرق قطاع غزة عمليا ما تزال الاشتباكات قائمة وبقوة في منطقة جباليا وفي أحياء مثل الشجعية والزيتون في غزة أيضا وهذا متوقع أن يستمر طوال هذا اليوم هذا التصعيد الإسرائيلي سيكون كبيرا هذا النهار وهذه الليلة التي تسبق بدء التنفيذ المتأخر لصفقة التبادل الجزئية ووقف اطلاق النار المرجح أن يتم صباح الجمعة عمليا وبالتالي إسرائيل في هذه الأثناء تكثف الغارات والضغط البري العسكري على حركة حماس كما تقول رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كان أوضح للقادة الميدانيين في قطاع غزة بأن الهجوم البري سيستمر وسيتطور ويتسع أيضا الحرب مستمرة وأعتبر أن ذلك سيخدم الهدف الذي هو إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة في نهاية المطاف بمعنى الضغط البري على حماس قد يفيد هذا الموضوع ولن يضره طيب أيضا في تطورات أخرى من جنوب لبنان إذا كانت أيضا تتوفر لديك المعلومات المؤكدة حول إصابة مبنيين اثنين بمستوطنة المنارة أعتقد أن المعلومات لديك أيضا في هذا السياق هل أي تفاصيل تتوفر الآن؟ هذا صحيح جدا أصيب مبنيين في مستوطنة منارة في الرشقة الصاروخية الأخيرة وهي طبعا الرابعة هذا اليوم منذ ساعات الصباح أعتقد أنه أطلق أكثر من 47 صاروخا اتجاه مستوطنات الجليل الأعلى والجليل الغربي من جنوب لبنان وفق ما تدعي مصادر في إسرائيل بأن هذا التطور الأخير قد يؤدي إلى تصعيد هجمات إسرائيل على جنوب لبنان وأن إسرائيل ستقوم بالفصل في نهاية المطاف بين الجبهتين بمعنى لن تلتزم بوقف إطلاق نار في الجبهة الشمالية فيما تكون هناك عملية وقف إطلاق نار على جبهة قطاع غزة هذا مدلول ما تدعي هذه المصادر في إسرائيل الجبهة الشمالية بالفعل تشهد تطورات دراماتيكية منذ الأمس منذ عملية الإغتيال الإسرائيلي لنجل رئيس كتلة حزب الله البرلمانية وما إلى ذلك الأمور تذهب إلى اتجاه مزيد من التصعيد لا يعني ذلك أن هناك حربا قريبة الآن على هذه الجبهة ولكن بدون أدنى شك بأن التطورات ملفتة جدا على جبهة الشمال نعم بالتأكيد وكان أيضا هناك بيان لحزب الله يتحدث عن استهداف قاعدة زيتيم قرب مدينة صفد بـ 48 صاروخ كاتيوشا وإصابتها إصابة مباشرة في نفس الوقت الجيش الإسرائيلي أنا نطلق صافرات الإنذار في الشمال الإسرائيلي عموما بالإضافة طبعا لهذه الأخبار العاجلة التي نقلتها لنا زياد نتابعها طبعا بتفاصيلها أيضا مع مراسلين من هناك ولكن نعود معك مرة جديدة إلى غزة تحديدا وأي أنباء عن موضوع التواغلات البرية مثلا خاصة وأن هذا البند هو موجود ومتضمن من ضمن الهدنة التي لم يتم البدء بتنفيذها ولكن عملية عدم الانتشار للقوات الإسرائيلية على الأرض ووقف التقدم هل هناك أي معلومات أو تفاصيل حول ذلك لم يفصل هذا الموضوع كثيرا ولكن بدون أدنى شك بأن البند الذي يدعو إلى وقف اطلق نار هو يدعو إلى وقف الأعمال القتالية السؤال هل إذا رأت إسرائيل مقاتلين من كتاب القسام ينتقلون من مكان وإلى آخر هل تستهدفهم أو لا هذا طبعا الإجابة هي لا بالنسبة للاتفاق ولكن هذا ربما يكون ميدانيا التطورات تحكمها الأمور الميدانية لكن في المجمل إسرائيل تلتزم وفق هذا الاتفاق بوقف الأعمال القتالية بمعنى بوقف الهجوم البري بشكل أو بآخر وعليه أن نتوقع في ساعات الليل رغم ما ترينه الآن على الشاشة غارات مكثفة واشتباكات في كل مكان في ساعات الليل المتأخرة ربما هذه الليلة سترين إعادة انتشار للدبابات والمجنزرات إلى أماكن ربما تكون محمية أكثر وليس داخل المناطق والردم الموجود والدمار الموجود داخل المناطق في قطاع غزة خوفة من مبغتاتها أو استهدافها أو من وجود بعض العناصر التابعين لكتاب القسام أو لغير القسام ممن لم يصلهم بسبب الاتصالات أن هناك وقفا لإطلاق النار لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر